الأوبئة غزت العالم منذ أكثر من قرن أبرزها عام 1918 انتشر وباء عرف بالإنفلوانزا الإسبانية قضى على نحو مئة مليون شخص قبل أن يتراجع من وباء إلى مرض مستوط بدرجة منخفضة من الخطورة نظرية يأمل منها بعض العلماء أن تنسحب إلى يومنا هذا انخفاض خطورة سلالة الإنفلوانزا مع مرور السنوات يعود إلى مزيج من مناعة القطيع وتحور الفيروس لإنتاج مرض أقل خطورة تجارب انتشار الأوبئة تاريخيا التي تراوحت فترة بقائها من عامين ونصف إلى ثلاث سنوات ونصف أثبتت أن الفيروسات الوبائية مع مرور الوقت تتطور إلى مرض مستوط ينتشر عند مستويات أقل يمكن التحكم فيها أستاذ الطبي في قسم الأمراض المعدية كيث أرمتج في جامعة كيس وسترن الأمريكية يعتقد أن الفيروسات غالباً ما تتحور لتصبح أقل خطورة الفيروسات غالباً ما تتحور لتصبح أقل خطورة وهذا ما ينطبق على فيروس كورونا ومتحوراته مع اختلاف ظهور متغيرات جديدة على مسار الوباء كالسفر واللقاحات والعلاجات التي تم التوصل إليها التقارير المبكرة تشير إلى أن متغير أوميكرون قد يسبب عدواً أكثر اعتدالاً ربما بسبب مجموعاته الفريدة من التفراط جنباً إلى جنب مع تراكم المناعة في جميع أنحاء العالم أطباء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة يأملون أنه إذا لم يختفي الوباء فسنحصل على متغيرات جديدة شديدة العدوى ولكنها لن تسبب الكثير من الأمراض السريرية محاسن حدارة العربية